سقوطا من مجسر ثورة العشرين أو صعقا بالكهرباء أو إطلاق رصاصة في الرأس أو بأي طريقة أخرى قاتلة النجف الأشرف تدخل قائمة المدن الأقل انتحارا بين سكانها خمسة وأربعون حالة انتحار سجلتها المحافظة العام الماضي وثمان حالات خلال النصف الأول من العام الحالي بحسب دائرة صحة النجف بينما وبحسب مصادر أمنية وصحفية محلية في الأسبوع الأخير من شهر نيسان الماضي سجلت المدينة المقدسة سبع حالات انتحار خلال أربعة أيام فقط بينما خمس حالات في ثماني وأربعين ساعة عام 2022 بالضبط اللي وصلتنا لحالات محاولة انتحار اللي استقبلتها ردهات طوارئ في مستشفياتنا في المحافظة تقريباً خمسة وأربعين حالة منهم من وصل متوفي إلى ردهات الطوارئ في المستشفيات ومنهم من تم معالجته وإسعافه وتم إجراء اللازم واخرجوا متحسنين خلال هذه السنة اللي هي 2023 تم استقبال ثمان حالات محاولة انتحار في ردهات الطوارئ في مستشفياتنا وفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية فإن واحداً من كل أربعة عراقيين يعاني من هشاشة نفسية في بلد يوجد فيه ثلاثة أطباء نفسيين لكل مليون شخص بينما تنتشر المخدرات التي تفتك بالصحة النفسية والعقلية لدى الشباب والمراهقين بشكل خاص عامل المخدرات قد يكون هو من العامل الرئيسي واللي يدخل ضمن هاي الفئتين فئة البالغين وفئة المراهقين لكونه أنه مؤثر وقد يدفع ويرفع من حالات الانتحار اللي جاي يصير لغاية الآن للأسف الدولة ما جاي تكون الهائي دور أساسي في رصد ومكافحة وإيجاد حلول جذرية مو حلول وقتية ليست المخدرات وحدها السبب وراء ارتفاع معدلات الانتحار فالأسباب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وسلسلة الحروب والحصار ما زالت آثارها تفتك بالمجتمع وتدفع بالشباب إلى حافات الموت بينما تسجل النجف أعلى معدلات انتحار بين سكانها فإن العراق منذ عام 2015 وثق رسميا أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسين حالة انتحار ليظل واحدا من أكثر البلدان خطرا على صحة سكانه النفسية والعقلية من النجف حسام الكعبي يو تي في